بصوا بقى النهاردة جاي اقول كلمتين في القلب وفض فض قبل ما نخش على مطش الزمالك وفاركو وتفاصيله والحكايات والروايات الزمالك النهاردة خسن من فاركو وانا ما زلت عند رأيي الزمالك مش في ازمة ولكن في تعصرات تعصرات يستطيع بعدها انه يلم نفسه والنادي الاهلي عنده مواجهة في منتهى الاهمية امام ريال مدريد يوم الاربعاء القادم طيب الزمالك محتاج هدوء والاهلي محتاج تركيز صح كده هدوء وتركيز ببساطة شديدة بين الاتنين دول بين الهدوء والتركيز في كثير من الضوضاء في كثير من الازمات اللي بدون لازمة وهكلمك بصراحة اكتر يعني اللي زي حالتنا اللي بيطلع قدام شاشة الناس الجمهور الكورة العصبي مش المتعصب العصبي الفريق وبيحب فريقه قوي مستني من الراجل اللي بيطلع على الشاشة ده انه يكون اداءه نفس اداء المشجع وده مهنيا خطأ فادح وحضرتك نفسك لما بتشوف اعلامي بيعمل دور مشجع حالك تقول لا ده ما ينفعش اعلامي ده ده مشجع فالاعلامي مش المفروض يعمل كده طيب احنا مفروض نعمل ايه او اتصور المفروض نعمل عشان برضو مش انا اللي اقول ايه المفروض ومش ايه المفروض اتصور ايه المفروض انه تعالوا نشوف حتة في النص كلنا نقف فيها مش لازم نتخانق مش لازم نعمل ازمات مش لازم نسرخ ونعمل دوشة على حاجة بكررها الف مرة انا اعطيكو الحلقات قلتها وهقولها النهاردة كمان على حاجة اسمها لعبة لعبة كرة القدم تخيل في ناس بتتدايق وبتتعصب وبتتنرفز وبتعمل دوشة في لعبة بنستمتع بيها يعني اللعبة اساس اي لعبة في الدنيا ايه انك تستمتع بيها لو بتلعبها فانت بتلعب رياضة حاجة ليه علاقة بصحتك واسمانك واخلافك لو بتتفرج عليها فانت المفروض تستمتع فالهدوء يخليك تستمتع طيب مين بقى المسؤول عن الهدوء ده المسؤول عن الهدوء ده مسؤولين الأندية لا جهزة الفنية الأندية اللاعبين حتى الجمهور الجمهور انت دورك تعمل ايه خد بالك انا دايما بحط الجمهور على جنب يعني ايه وانت راجل بتشجع وبتحب فرقتك وما بتخشش في دوشة وغير مستفيد فانت آخر واحد حد أصلا يفكر يا حزبك انت بعيد عن المحزبة اساسا بس انا بلوم على المشجع اللي بينجرف وراء كل العصبية والدوشة دي انت راجل عندك ضغوطك في الحياة عندك أزماتك في الحياة كلنا يعني كلنا بدون استثناء عندنا ضغوطات مختلفة فانت بتبقى عايز تتفرج على مباراة عشان تهدي أعصابك عايز تتفرج على برنامج رياضي عشان يا ايه ما تاخد معلومة تخليك تفكر فيها يا تسمع مادة مسلية تسمع حوار مسلي فتبقى مرتاح مرتاح نفسيا فوسط ضغوط الحياة كلها تلاقي حاجة تتنفس فيها ايه بقى اللي بتتنفس فيه ايه اللي بيريح مزاج المشجع المصري الشعب المصري كرة ادي له بقى كرة ودي له مكسب ودي له محتوى محترم يبقى مرتاح نفسيا وسليم ده دورنا يا جماعة احيانا الناس تي وتقابلنا وعلى السوشان ميديا هو انت ليه ما قلتش على فلان كذا ويقول لك اشتمه عايزك تشتمه وانت ليه ما تتحدتش وتخانقت مع فلان يا فاني ما هونا لما هنطلع كلنا نتخانق انت هتبقى مبسوط انت هتقول لي ايه اه ما انت كده هترضي الغضب اللي انا فيه لا خالص بالعكس مش تبقى مبسوط هتسخن اكتر واتتعصى باقتر طب احنا شغنايتنا ان احنا نهدي الدني اه نهدي الدني دي ما اسمهاش اللي هو ايه اه يعني انت مش عايز تقول فلان باسمه وفلان باسمه وده اللي عمل وده اللي ما عملش ما هي لما هقول فلان باسمه وده فلان باسمه هنخش اخنقة كلنا بقى يلا تعالى انا هتخانق وانت تتخانق واللي جنبي بيتخانق وكلنا منة تتخانق في الاخر هتطلع أنت الخسران الراجل اللي عايز استمتع ويتسلى ويرفع عن نفسه الضغوطات نفرح جدا نفرح جدا للنادي الأهلي وعنده مواجهة تاريخية أمام ريال مدريد يوم الأربع نفرح له جميعا كل الجماهير المصرية فريق مصري يواجه أعظم فريق في العالم في بطولة رسمية عيب بقى هل هو عيب لما نطلع نقول يا فرحتنا يا فخرنا أن النادي الأهلي المصري هيواجه ريال مدريد في بطولة رسمية هل ده عيب لا مش عيب طبعا طيب هلما نيجي نقول أن الزمالك مش في كرسى أو مش في أزمة هو في بعض التعصرات ويقدر يلم نفسه يقدر يلم نفسه هتقول لي إزاي يعني ويعني هو الزمالك لما بيخسر تقول لي يلم نفسه لما الأهل بيخسر تقول لي مين غلط ومين مش عافيه لا في الناحياتين بنقول كده وبنقول كده على الإسمايلي وعلى الاتحاد وعلى فرقه وعلى فيوتشار وعلى بير أي نادي ندعم أو ما ليش ندعم عشان ندعم نبيت دايق ننصح ننصح يعني مثلا هتقول لي النهاردة الزمالك خسم من فرقه وفرقه تحديد أنا هتكلم عنه كتير عشان لازم ياخد حقه كتير بس الزمالك النهاردة خسم من فرقه ثلاثة سفر نتيجة صاقيلة جدا على اسم نادي الزمالك وانه فريق بينافس على الدول بس لما تبص برا منشيستر يونيتد كان بادئ الموسم بشكل كارسي في الدولة الإنجليزية ومشي بعد كده بشكل رائع ليفربول اللي كان بينافس على كل البطوات واخد كاس الاتحاد الإنجليزي وربطة ووصل فاينال شاملز ليج ووصل لآخر نقطة مش هبعز زي مالك يعني زي مالك كان بيكسب كسب بالدورة والكاس السالة فاته والسنة دي يعاني هل ليفربول خلاص هيرمي المنديل ومش هي خلاص بقى أنا كل حاجة باظت في حياتي هل ليفربول هيقعد يقول أصلي فيه ظروف خارجية هي السبب وا 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 بالمناسبة بالمناسبة وبرضه أنا النهاردة زي ما قلت لك أنا جاي أتكلم معك بفضوح هكلمك عن نفسي واعتبارها حاجة شخصية أنا راجل لما ييجي مثلا حد يقول لي كريم خد بالك أنت مش ناجح فبعد أكل في نفسي وأقول آه ده أنا أسرت في كذا وكذا 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 عشان كده حد أقالي أنت مش ناجح أو مش حد أقالي هو أنا فعلا مش ناجح فأنا مقصر في واحد اتنين ثلاثة وأحاول أعدلهم سهل جدا أقول إيه لا والله أنا مش ناجح عشان مش عارف فران بيخبط فيها فين ومين بيعمل لي إيه وما مش بيديني إيه وحصل لي إيه وأعد أدي مباردات كتيرة قوي تطلعني بريء من عدم النجاح ده بينطبق على شغلك بينطبق على حياتك الشخصية بينطبق على مستوى الأندية والاتحادات وفي أي مكان في العالم أسهل حاجة في الدنيا إن إحنا نرفع إيدينا ونقول مش أنا سبب الخسار مش أنا مش أنا المسؤول دي ظروف خارجية طيب لما بقول كده إيه اللي بيحصل عندي مثلا لعيبة تقول إيه طيب ما قال الناس كلها مسؤولين عن النادي دوت أو المدير الفني أو الجماهير شايفين إنه فيه ظروف خارجية طيب يا عم أنا هنزل ألعب أي حاجة كده 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 ما حدش يحملني المسؤولية ما هو مش أنا اللي غلطة هيهبط هيهبط لا تعالى بقى أنت النهاردة يا لعيب يا فلاني في نادي الزمالك النهاردة كان ممكن تقدم أداء أحسن من كده النهاردة المدير الفني نادي زباكلي كان النهاردة كابتن أسامة كابتن أسامة كنت محتاج تبدأ بطريقة معينة أو بتشكيلة معينة مثلا ده الكلام الكويس وعدك حاجة توضح الأمر أكتر نادي الأهل السنة دي ماشي بشكل رائع جدا جدا يعني ايه متصدر دوري كاسبان سوبر واصل نهائي الكاس بيلعب مع ريال مدير في نصف نهائي الكاس العالم تمام هل النادي الأهل السنة دي أو الموسم ده خرج مثلا ببيان انتقط في حكام أو انتقط في اتحاد الكورة أو 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 لا ليه الأمور ماشية ومركزين والدنيا حلوة والدنيا هادية فمش محتاج أشتت نفسي الأهل السنة اللي فاتت لما كان فيه تعصرات إحساس انه فيه ظروف خارجية هي السبب نفس القص نادي الزمالك السنة اللي فاتت وأشدنا بدا جدا لو تفتكروا الموسم اللي فات وقلنا أكتر حاجة ننجحت الزمالك الموسم اللي فات الهدوء والتركيز وعدم انه يبص برا اللي بيحصل برا أنا مركز في فرقتي فنجح الزمالك نجح باش زي ما الأهل نجح حتى الآن النجاح كبير جدا ليه؟ الهدوء هدوء أولا وأخيرا أنا عندي مثلا نواقص فريق في مراكز مش جيدة أدور على لعيبة عندي جهاز فني مش مواه أدور على جهاز فني عندي مستحقات مثلا متأخذة أمش بكلم على نادي بعينه دلوقتي أمتكلم بشكل عام أحل أزمة المستحقات أبص عندي الأول أبص جوه البيت الأول أكمله وأشوف بعد كده وعن تجربة على مستوى شخصي وعملي وعلى مستوى الأندية وعلى مستوى الاتحادات وعلى مستوى العالم كله متابعة كلها اللي بيركز جوه بيته بينجح اللي بيركز برة عمره ما بينجح عشان ببساطة شديدة كلنا كلنا الجنس البشري ده كله شوف بقولك كلنا في العالم كله كلنا عندنا أخطاء مش حد فينا مثالي دور على أخطائك وصلح مش عيب ومنفعش تقولي أنا ما بغلطش ما فيش كده ما بتحصلش رئيس نادي ده ما ديت بيغلط ما مدرب يلاقي الماديد بيغلط يورجان كلوب بيغلط في ليفربول بيب جارديولا ساعات بيبقى أوبركوتشنج وبيتفلسف وبيغلط وكده رجع الناس العظيمة اللي في العالم في الكورة كلهم بيغلطوا بس بيصلحوا وبالمناسبة نفس الأسمان اللي أنا قلتها دي اللي هو بيب جارديولا ويورجان كلوب وجوزي مولينيو ورئيس نادي ده مدريد ورئيس ليفربول كل الناس دي ساعات بيقولوا التحكيم ظلمنا ساعات بيقولوا التحكيم هو السبب بس ما بيقفوش عندي دي كتير بسرعة يقول ايه أنا عندي أخطاء في الفريق أنا عندي مشكلة في التشكيلة أنا عندي مشكلة في الغيابات اللي عندي يبص عنده ايه مايفضلتش يبص بره عشان لما هتبص بره وتضيع وقت بره مش هتلحق تلم نفسك جوه فالموضوع يكمل معاك فلو ليه النصيحة لو ليه النصيحة لنادي الزمالك الزمالك محتاج هدوء بس أنا شايف انه لحد دلوقتي رغم انه فيه لعيبة مهمة مشت من نادي الزمالك زي إمام عشور في آخر حاجة بس لسه الزمالك عنده تشكيلة محترمة لسه الزمالك عنده دكة محترمة الزمالك بتشكيلة أقل من العدد اللي موجود ده الموسم اللي فات عمل أداء رائع جدا في ظروف صعبة جدا فيه عقاف كد دولي مش القصة بتاعة الاتحاد والثلاث لعيبة والكلام ده كل أكتر من كده بكتير الفرق بس كان إيه الزمالك كان مركز جدا الموسم الماضي الدنيا بتقلب حواليه ما قاليش دعوة أنا مركز في رئيتي وهنكسب وهو أنا فاكر مسؤولي ينزل بكه إنه بتلاقيه يقوله كده يقوله إحنا مش مركزين غير مع فريقنا وإن إحنا نكسب الدوري ونكسب الكاس كسبوا الدوري وكسبوا الكاس نفس الأمر السنة دي هو بيعملوا القاتل إحنا مش مركزين غير في إن إحنا نرجع ناخد الدوري اللي خسناه ومسيبينه وورا بعض نوصل النهائي كاس ناخد الكاس كسمنا السوبر تركيز لما كل واحد بقى زي بيقوله إيه يركز في كتابه في ورقته هنشوف حالة حلوة هنشوف كرة ممتعة هنشوف رياضة حقيقية هنشوف لعبة مسلية هنشوف جماهير هادئة عشان إحنا كل حاجة في الرياضة لوقتي أو في الكرة بقت اكستريم لو إيه يقولك إيه إلحق كريم النهاردة عمال يقول كلام في العام كده ومش عايز جيش تنفو فلان ليه يا عم ماشت وليها زعق وليها تخانق هتستفيد إيه أنا بضرك كده ممكن النهاردة تقول إيه آه ده كريم عمال لقطة حلوة قوي وعمل قصف جابها عظيم ورد على فلان وداله ومش عارف إيه وعمل إيه إنت استفدت إيه إنت استفدت إيه ولا حاجة إنت بالعكس إنت هتتوتر أكتر وهتعصى بأكتر نراجع نفسنا نستمتع بالكورة نستمتع باللعبة حب فرقتك قوي حبها قوي حبها قوي هتشألك حاجة وافضل حبها أضيف لك حاجة كمان وهزر أصل الكورة والرياضة في العالم كله التنافس ده فيه إيه زمانه وإحنا صغيرين أنا فاكر والله إنه كان أهلي لعب الزمالك والزمالك اللعب الأهلي كانوا يعملوا ورق كده مكنتش في بقا أنترنت ولا الكلام ده كله ورق كده مطبوعة والنادي الأهلي مش عارف يعمل إيه في الزمالك والزمالك يعمل إيه في الأهلي والناس تصور الورق باوت ويعودوا يوزقوا له البعض مفيش بقى بسطات على الفيسبوك وعلى الكلام ده كله والناس تقعد مع بعض على القهوة ولا في الشغل يعودوا يهزروا ويتحكوا يقولك ده أنا النهاردة رايح الشغل خسير طرهان ده أنا هعزم المكتب كله على الفطار ده أنا مش عارف إيه متعة حتى وإنت خسران أنت رايح مستمتع النهاردة هيحفلوا عليك في حفلة عليك أنت النهاردة بكرة في حفلة عليك وكذا ونستمتع مش بقولك إنه لا لا بص أنت أهلاوي فأوعد جيب سيرت الزمالك على لسانك وإنت زمالكيوي أوعد جيب سيرت يا جمالة هزار ومشجع ريال مدريد بيقعد يهزر على مشجع برشلونة ومشجع مانشستر نايتد بيقعد يهزر على مشجع مانشستر سيتي مواد التنفوس وده اللعب يعني ده العادي بس دون إساءات دون عصبية دون مبلغات ونرجع ناس طبعيين بنستمتع وبس فاكر وإحنا صغيرين برضو شي بشي يذكر يعني كان يجلنا الناس يقول لك تلاوي الصحاب الصحاب مجموعة الصحاب مع بعض رايحين ماتش الأهلي والزمالك المجموعة الصحاب دول بقى فيهم أهلوية فيهم زمالكوية دول راحوا مدرجات الدرجة التالتة يمين ودول راحوا مدرجات تالتة شمال وهنتقابل في المطعم بعد ما يخلص الماتش مين كسر مين خسر احنا رايحين نتعش بعد الماتش والدنيا بسيطة اللي بيخسر بيزعل واللي بيكسب بيفرح طبيعي بس ما فيش أفوارة احنا بقينا مأفوارين قوي قوي مبالغات ومشكلة ان انت طول الوقت عايز يعني كلنا نتجر للمبالغات مش انت المشجع يعني انا ما تكلم على اللي بيحاول يعمل تعصب ويعمل أزمة انه يلا كلنا يا جماعة نتخاني لا مش نتخاني انا شخصيا انا واخد عادة عا نفسي طول ما انا شغال في الكورة وفي الرياضة يبقى انا مش عائل لو دخلت اخناقة مش عائل اسمها رياضة اسمها لعبة فاخناقة ايه اللي في الرياضة واللعبة دي يا جماعة ماينفعش انا شخصيا 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 انا شخص